بعث رئيس عبد الفتاح السيسي ببرقية تهنئة إلى قدسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية بتريارك الكرازة المرقصية بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد وفي برقيته أعرب رئيس السيسي للبابا تودروس الثاني وجميع الأخوة الأقباط عن أخلص أتهاني قلبية وأصدق التمنيات بعيد سعيد وأن يعيده الله عليهم بكل الخير والسعادة كما أشهد رئيس السيسي بقوة التلاحم والترابط بين أبناء مصر من المسلمين والأقباط في المسيرة نحو المستقبل المنشود لهذا الوطن العزيز مؤكدا أن الوحدة الوطنية هي الركزة الرئيسية للتنمية والتقدم وأن تماسك النسيج الوطني لهذا الشعب العظيم هو درعه الحامي وحصنه المنية كما بعث رئيس السيسي بتهنئة بالعيد إلى أقباط مصر بالخارج نقلتها سفراتنا وقنصلياتنا حول العالم أعرب فيها عن أصدق تهانيه القلبية بالعيد وخالص تمنياته لهم بالنجاح والتوفيق ولمصرنا الغالية ولكل أبنائها بدوام التقدم والرقي والازدهار